السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لجميع المشاهدين والمتابعين فيديو اليوم سأخصصه حول طريقة التسجيل في موقع أنبك المخصص لفرص الشغل وتأهيل الكفاءات طريقة التسجيل جد سهلة ما عليك سوى الدخول إلى رابط التسجيل الذي يظهر في الشاشة في البداية يتم إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية بشكل صحيح الملاحظة الخانة التي تحتوي على نجمة فهي إجبارية إجبارية أي ضروري ولا بد منها الخانة الأولى خاصة برقم بطاقة التعريف الوطنية يتم تأكيدها من مرة ثانية والخانة الثالثة حول رقم السري ويتم تأكيد ذلك الرقم بعده يأتي الاسم العائلي والاسم الشخصي هذه الخانات مخصصة في مسائل التعريفية تعريف الشخص وأيضا المطلوبة رقم الهاتف والعنوان بعدها يأتي ذكر المؤهلات العلمية وهل سبق لك الاستفادة من أي تكوين أو ديبلوم ستتذكره بالتفصل أيضا تأتي خانة التجارب تاريخ البداية أي تجربة مع ذكر النهاية تاريخ النهاية واسم المقاولة والمكان الذي شغلته في تلك المقاولة مع ذكر وصف دقيق بالتجربة لأن أغلب المقاولات تعتمد على مدة الخبرة في العمل بغض النظر سواء أكنت تتوفر على ديبلوم أم لا ثم تأتي خانة الكفاءات كومبيتونس يتم ذكر اللغات التي تتقنها ثلاث خيارات أو ست خيارات ثم تأتي خانة بيروتيك أي المكتبيات الورد اكسيل اكسس بوري بوانت والخانة ما قبل الأخيرة حول رخصة السياقة مع ذكر سبعة أصناف يجب أن تذكر الصنف الذي تتوفر عليه هذا المجال خاصة النقل واللوجيستيك مطلوب في سوق شغل العمل كل من يتوفر على إحدى رخص السياقة يجب أن يدلي بها لأنها جد مهمة ومطلوبة في سوق الشغل هنا أفتح قوس نصيحة لجميع العاطنين عن العمل بضرورة أن يتوفروا على إحدى أنواع رخص السياقة خاصة الشاحنات والناقلات الكبيرة إذن كما تشاهدون هذا هو رابط التشجيل في موقع أنابيك تجدر الإشارة إلى أن موقع أنابيك هو تابع للدولة ولا يتم خسم أي مبلغ من أي عامل عكس ما يروجه تروجه بعض الموقع التواصل الشيماعي أو حديث المقاعة لأن أنابيك تختسم من العملاء هذا غير صحيح لأن أنابيك هي يتابع للدولة وكالة وطنية تتبع وزارة الشغل عكس مكاتب الشغل الخاصة التي تقوم بخصم مبالغ من عقد العمل وأحيانا يكون الخصم يضر طرف الضاعف العقد أي العامل في غياب أي تشريع قانوني يحمي الطبقة العاملة رابط هذا الموقع رابط موقع تسجيل سأضعه في وصف الفيديو على صفحة فرص العمل والشغل بالمغرب أتمنى أن أكون قد قدمت لكم إضافة وأستسمح عن أي تهاون أو تقصير أو هفوة مني وشكرا على المتابعة السلام عليكم